السلام عليكم وإياكم محمد خان بعد أن نكملنا الـ Access Cavity Preparation اليوم نكمل سلسلة الـ Endo المفروض أن نبدأ نأخذ تنظيف القناة لكن قبل أن نأخذ هذا الموضوع المهم سنأخذ موضوع أهم منه اليوم سنأخذ الـ Endodontic Instrument أو الأدوات المستعملة في الـ Endo سنأخذ عليهم Classification وهو تقسيمه ثم سنأخذ الأدوات التي نستعملها بالـ Cleaning & Shaping وهو تنظيف القناة سنرى الأدوات التي نستعملها بالـ Irrigation أو تنظيف القناة كيميائيا ثم سنستعمل الأدوات التي سنستعملها بالـ Obturation أو بإغلاق القناة بعد أن نكمل هذه الشغلات كلهم لا بدون أي مقدمات زائدة نبدأ نبدأ الدرس نأخذ Classification أو التقسيمه According to Grossman وهو عبارة عن عالم أو طبيب أسناء قسمنا الـ Endodontic Instrument أول شيء إلى Exploring Instrument كما يعني كلمة Exploring Exploring يعني البحث أو الاستكشاف قلت لك ويقوم بإغلاق القناة مثل Endodontic Explorer Smooth Broaches ما يعني هذا الكلام؟ مثل ما قلنا Exploring Instrument هم الأدوات التي نستعملها بالـ Exploring بالبحث عن القنوات مثال عليهم ما هو Endodontic Explorer نعرفه كلنا Explorer العادي بالمحاضرات التي فاتت شرحنا عليه ما نقوم بـ Locating أو Smooth Broach اللي هو Pathfinder عبارة عن مثل Proach سنأخذها بعدين ويسمى بال Pathfinder مهمة مثل ما قلنا بسيطة جدا اللي هو نستكشف به القنوات فقط عبارة عن Instrument Smooth ما بها أي شيء ما بها أي شيء مميز مهمتها بسيطة إن هي شنو نحاول نحن نحس بها بالمكان القنوات لأن نعرف نحن نشتغل بال Pulp Chamber وما نقدر نحن ندخل إلا إنسرومنت تكون دقيقة ومدببة وحادة حتى نكتشف بها القنوات ونعرف نوين مكان القنوات فهي هم الأدوات التي نستعملها بال Exploring Instrument الشيء الثاني أو القسم الثاني هو Debriding Instrument كلمة Debriding ما معناها؟ معناها إزالة الفضلات أو إزالة المخلفات أو التنظيف قال لك هذه الإنسرومنت مهمتها شنو To Extirpate the Pulp and Remove Any Form Bodies شنو مهمتها؟ مهمتها هي تستوي أن Extirpation لل Pulp هذه كلمة مهمة ونسمعها هواي شنو أول شيء نقول إحنا عندما نشتغل نقول نسوي Extirpation لل Pulp كلمة Extirpate شنو ما معناها؟ معناها استخراج أو يعني شون نطلع البلب أو نخرج البلب من مكان العصب حتى شنو ننظف مكانه فشنو هاي مثل ما قلنا Debriding Instrument مهمتها Extirpate the Pulp and Remove Any Form Debrace أي شيء غريب معناها شنو أي شيء غريبة موجودة بالكنال نستعمل بها مثال عليها من هو اللي هو كلمة باربت شنو ما معناها؟ ما معناها مثل شعارفين الأسلاك الشائكة اللي حطوها بالمكانات المهمة؟ هاي هو الباربت الباربت واير فالباربت بروتش عبارة عن مثال عليها وناخدها بعد شوية القسم الثالث واللي هو مهم جداً ورح نشرح عليه تقريباً 80 إلى 90% من طول هاي المحاضرة اللي هو Cleaning and Shaping Instrument هم من اسمهم مهمتهم Cleaning and Shaping مهمتهم تنظيف القناة ومهمتهم تشكيل القناة ما معناها؟ معناها أنت تشكل القناة وطلّى الكونتور مرتها أو شكلها طبيعاً مثل ما أنت تروح مثلاً للجيم على مهمة شنو To get in shape نقول شنو على مهمة شنو تحصل shape المناسب فـ Cleaning and Shaping Instrument تنظف القناة من الـ Debris من المايكروبات من شغلات كلها وتقوم بعمل شكل القناة بحيث شنو أننا بعدين نستطيع نقوم بعمل obturation أو إغلاق بشكل صحيح مثل ما قلنا To clean and shape the root canal laterally and apically شنو إذا نرسم نعرف أننا لدينا القناة مع الأسنان هاي فهو شنو ستنظف لنا اللاترالي يعني بالجانب وبأهم مكان لدينا شنو اللي هو اللي هو جهة الأيبكس وهذه اللي هم الأنسترومنت نحن أخذهم بعد شوية إن شاء الله النوع الرابع شنو أخر شيء اللي هو كلمة أو معناها إغلاق أو أنك أنت يكون عندك فتحة وتغلقها فال مهمتهم To cement and pack into the root المهمتهم شنو مهمتهم أنهم يقومون باكينج و cement يعني إلصاق و باكينج معناها الضغط أو ملئ ما هي الـ التي لا يعرف أن الـ هي باختصار المادة المطاطية التي نضعها بعدما نكمل تنظيف القناة ما لدينا؟ بعدما نوخر pulp extirpation نحن نقوم بعمل لـ ما يبقى؟ هذا مكان فارغ هذا المكان مفوض ما نفعل؟ نغلق بمادة ما هي الـ تحل محل المحل سابقاً فشنو مهمتنا؟ أنت بالـ instrument هي أن نفعل cementing و packing والأمثلة عليها اللي هو ان شاء الله سنأخذهم بعد شوية بعدما أخذنا على السريع الـ instrument نحن ندخل بأهم شيء اللي هو الأدوات نستعملهم في التنظيف وفي أول شيء نحن نأخذ instrument عندما نقوم بعمل cleaning and shaping للكانال لدينا اثنين روتاري أو نسموها electrically أو mechanically driven ودينا instrument مثل هذه الضبط اللي هما نستعملهم باليد فنأخذهم ونرى ما أول شيء سنأخذ design features of root canal instrument سنأخذ هذول هاند إذا أريد نأخذ نظرة عامة ونرى هاند 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 المكان الذي نمسك به هاند 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 ثاني هو الشانك هذا الشانك عبارة عن تطوالة أي شيء يعني شيء يطول هاي الانسترومات حتى تدخل بالكنال وعدنا الworking هذا الجزء الفعال أو الجزء اللي نستطيع نستعمل مهمتها أنها تطول فقط هذا لاحظوا إذا أردنا نرى الهاند باختصار بأبسط تعبير سنجدها عبارة عن وير مثل يكون ستينل ستيل أو كاربون ستيل أو نايتاي اللي هو نايتل مواد عبارة عن معادن هم كل واحدة سنرى ما هي ميزتها ويمكنها نستعملها بس باختصار هم يكونون هاي شيء عبارة عن مثل ما قلنا من المعدن وبالنهاية هنا عندما نبدأ بال الواركينج سيبدأ تويستنج بالمكينة سنقوم بطريقة التصنيع ثم نسوي تويستنج يصير شكله يصير شكله يشبه البرغي شاهدين البرغي الذي نضعه بالخشب بالضبط يشبه البرغي فهذا باختصار أو نظرة عامة على الأناتومي مع الفايل الآن نأخذ نأخذ مثل ما قلنا ما قلنا نأخذ نأخذ التب التب هو عبارة عن مقدمة الإنسترومنت باختصار قال لك التب هو عبارة عن الجزء أو المكان من الإنسترومنت التي نستعملها مهمته التوجيه نحن نعرف أنه لا نستعمل أي إنسترومنت وندخلها داخل الكنال ما التب هي أول مكان الذي يدخل بالكنال وهو المكان الذي يوجهنا الفايل وهو نازل على مود نصل به لنهاية الجذر طبعا التب عندنا التب عندنا بها نوعين بعد ذلك عندما نأخذ الفايل والريمرز سنعرف أن التب بها نوعين نوعه هو يسمى بالباسف لاحظوا يا من الديزاين لا نعرف ما أن كلمة باسف تعني ضل يعني هذا الفايل هو نازل وعندما نستعملها بالكنال ما سيأكلنا الدنتن فهذا هذا يعتبر آمن الاستعمال ونستعمله بأمان ونستعمله بأمان ونحن لا نخاف أن نفعل 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 نطلع من الكنال وننظف السن النوع الثاني يسمى بالاكتف يعني نشط يعني يعني زوايب حادة يعني بمضلعات هذا ما ستتخلي هذا الفايل تميز بأنه هو اكتف يعني هو يأكل الدنتن أو يأكل أي لما نستعمله إحنا فهذا شنو لازم نعرف أن هذا خوف إذا نستعمله أو بدون ما نركز ممكن شو نسوي ممكن نسوي لا تقلول لي ليش ما نستعمل بس لا رح تجي كنال تكون كنال تكون صعبة كنال لازم أنت تستعمل بها شوية فورس أنا متفتحة فنستعمل بها هاي أول معلومة نأخذ ثاني شي ثاني شي اللي هو كلمة مهمة جدا 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 التأثير قال لك كالتأثير كالتأثير المهمة جدا 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 شنو معنى هذا الكلام اللي ما جايه خلاص قال لك إن الإنسترومات التي نستعملها لا تأتي السماكة مالتها بنسق واحد هذا هو التابر باختصار التابر هو زيادة السماكة أو زيادة الواركينج بارت لاحظوا يعني شون يزيد الحجم مالته من بداية التابر إلى حد ما نصل لنهاية الواركينج هذا هو التابر كلمة تابر مهمة جداً لماذا؟ لأننا نحدد الفائلز أو نستعمل الفائلز وراح بعدين يعني شون نقول نقسم الفائلز على حسب التابر مالته فإذا نريد نأخذ شوية معلومات نحن نقسم التابر مع الإنسترومنت إلى شنو؟ إلى 16 قسم لماذا؟ الديامتر 0 اللي هو عبارة عن شنو؟ كلمة D0 أو ديامتر 0 تعبر عن بداية حجم بالمليمتر طبعاً حجم الإنسترومنت من التابر مالته يعني شنو؟ يعني إذا نريد نأخذ هذا اللي هو شنو؟ هذا عبارة عن K-File اللي هو size 10 size 10 شنو معناها هاي؟ معناها باختصار أنها 10 نقسمها على 100 تطلع عن نجد تطلع عن نجد 0.010 مليمتر باختصار معناها هاي؟ معناها الفايل اللي هو رقم 10 يكون هو الفايل الذي يكون D0 عبارة عن 0.010 مليمتر عن طريق D0 تمام نأخذ التابر بالهند إنسترومنت ركزوا معي الذي نستعمله بالأغلب يكون الزيادة في التابر تكون 2% فلوش هاي؟ هاي سنسمي هذو الانسترومنت اللي همه 2% تابر وهاي شيء مهم جداً نحن نقسم الانسترومنت مثلاً عندك الفايل الروتري هذو الواضح نوع فايل الروتري مو هند إنسترومنت مو هند إنسترومنت هذو يكونهم بالعادة 4 أو 6 ويصلون إلى حتى 10 و 12 وأكون منهم روتري إنسترومنت تكون حتى هي 2 فمختلفات فشنو معناها؟ معناها أن الزيادة بهذا الفايل تكون 2% اللي هو شقد اللي هو ما يعادل 0.02 باختصار يعني شنو معناها؟ معناها إذا ريد نشوف دي 1 دي 1 عبارة عن شنو؟ عبارة عن عشقد نسبة الزيادة اللي تصير بال الواركينج بارت بملي واحد فقط فاشقد رح نقول رح نقول إنه هي عبارة عن 0.010 زائداً 0.02 ها هي دي 1 وهكذا نمشي إلى حد وين؟ إلى حد الدي 16 وهذا الشيء اللي يميز الفايلز واللي هو يعتبر ثابت إنه شنو؟ إنه الواركينج بارت ما الفايلز هو 16 مليمتر ويعبر شنو؟ يعبر نحن مقسميه إلى D16 from D0 إلى حد ال 16 فهو عبارة عن شنو؟ الواركينج بارت رح تجدون إنه هو كله عبارة عن 16 مليمتر فقط وشنو تكون؟ تكون كل مليمتر زيادة يكون عندنا زيادة الزيادة ها يتحكم بها شنو؟ يتحكم بها نوع الفايل إذا أقل لك أن هذا الفايل هو يعتبر Taper 2 معناها شنو؟ معناها هو يزيد 2% في كل مليمتر إذا أقل لك أن هذا الفايل هو Taper 4 معناها أنه يزيد اللي هو 0.04 في كل مليمتر فشنو تكون؟ ستلاحظ إنه زيادة لا تكون عالية لماذا؟ إنه هذا Taper 4 يعتبر دبل هذا يعني هذا بدل ما يزيد 0.02 ويزيد 0.04 فهذا هو Taper مهم جدا 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 بالنسبة للحلو بالHand Instruments شنو ما؟ إنه هما Most likely أكثر من 90% سيكونون 0.2 أو 2% 0.02 الزيادة وتكون هي 2% فهذا هو Taper بسيط جدا وسهل نجد سنأخذ الفلوت تعريفها 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 عبارة عن وفهل 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 طبعا كلام ما مفهوم جدا وما بأي شاء الله نقدر نفهم بها قال لك قال لك الفلوت عبارة عن وفهل سطح مميز موجود وين؟ ويحتوي على على وفهل ويحتوي على شكل أو شيء غريب به وين موجود هذا؟ موجود بال موجود بال 16 مليمتر اللي نستعملهم لما نسوي كنال وشنو مهمته؟ مهمته أنه يعتبر جزء كبير من أو من مقدرة الفايل عن أنه يسوي ويسوي إذا أريد نجي نشوف الفلوت وريد نجي نفهمها بشكل أفضل شوفوا هذه الصورة هذا عبارة عن سواء كان هذا الفايل أو كان هاند انسترومنت ما سيكون شكله؟ مثل ما قلت لكم عبارة عن ورح يصيب ويصيب ويصيب يعني سيبدون يلفوا بهذه الطريقة لكي يكون هذا الشكل تمام إذا أريد نجي نشوف الأناتومي إذا أريد نجي نشوف هذا الفايل على أنه كأنه سنجد هذا المكان ويشبه شيء يعني يشبه شيء مغزلي هذا المكان هذا المكان هذا هو إذا أريد نجي نرسمه هنا سيكون هذا المكان لاحظوا لاحظوا أوكي الفلوت ما نبي الفلوت أول شيء به شغلة مهمة جدا التي تسمى بالCutting Edge أو تسمى بالLeading Edge لاحظوا لاحظوا هذا هو الجزء القاطع من الفايل هذا هو هذا يسمى بالCutting Edge Cutting Edge الجزء أو الحافة القاطعة أو الحافة التي تقود الفايل وهو جاي ليس لأنه لما يفتر أو لما يدور هذه هي الحوافية المسؤولة عن توجيه الفايل وهو المسؤولة عن التنظيف هذه تسمى ماهو؟ تسمى بالLeading Edge أو تسمى بالCutting Edge هذه أول شيء نعرفها بال اللي هو اللي هو الفلوت هذه المنطقة كلها أوكي نجي شيء ثاني يسمى بالPitch كلمة Pitch شنو معناها؟ كلمة Pitch عبارة عن أو ماذا يعبر الPitch؟ يعبر عن أول نقطة بالLeading اللي هو Edge إلى أول نقطة بالLeading Edge من المنطقة الثانية فإذا نريد نجي نعرف الPitch بالضبط عبارة عن شنو؟ هي عبارة عن الحدود ما بين الفلوتس إذا نقسم الفلوتس هيا فلوت هيا ثانية فلوت هيا ثانية فلوت حسنا الحدود أو الخط الفاصل ما بينهم اللي هو يسمى بالPitch تمام نجي شاء الله ثالثة مهمة جدا هيا شاء الله مهمة مهمة اللي هي شنوية؟ اللي هي Helical Angle Helical Angle مثل ما عرفنا أنه عندنا هذا الCutting Edge عبارة عن شنو عبارة عن مثل الEdge أو مثل حافة جاية وملتف على طوال الفايل أو على طوال الHand instrument فشنو عدنا؟ عدنا زاوية هاي الزاوية جاية من وين؟ جاية من الLong Access of the File بهاي الطريقة مع منه؟ مع اللي هو الLeading Edge أو الCutting Edge إذا نريد نجي هاي هي الزاوية هاي الزاوية هاي الزاوية شنو تسمى؟ هاي الزاوية تسمى بالHelical Angle Helix شنو معنها؟ Helix معنها حالزون أو شيء حالزوني فالHelical Angle الزاوية الحالزونية اللي جاي من شنو؟ عندما قلنا عن طريق الزاوية المتكون عن طريق اللي هو الLong Access of the File وشنو؟ واللي هو الCutting Edge هاي الزاوية ليش مهمة؟ هاي الزاوية مهمة لأن إحنا إذا استعملنا هذا الفايل بطريقة خاطئة أو استعملنا الفترة الطويلة وبكنال مثلا تكون طف كنال كنال صعب شنو سيصير؟ سيصير لدينا 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 فشنو ستتغير لدينا هاي الزاوية هاي الزاوية ستتغير فلما نستعملها بطريقة عنية فشنو سيصير؟ هاي الزاوية ستتغير وشنو سيصير؟ سيصير يعني بدل ما هو ماشي و جاي هي بعدين ملتف وراجع وهي الفايل سيصير هاي انت أول ما تشوف الفايل بدأ يصار عندك هاي تغيرت وعندك اللي هو اللي هو صارت هاي عبارة عن هاي عبارة عن هاي عبارة عن هاي عبارة عن تحذير هاي الفايل لازم شو سوي؟ لازم مباشرة توقف تستعماله وترميه أكرمك الله بالقمامة لأن شنو؟ خلاص هذا معرض جدا انه هو انه هو ينكسر فهاي هي شنو؟ هاي هي باختصار او بشكل مبسط اللي هي الفلوتس نجح سناخذ كلمة كلمة تعني الخرباشة شايفين الخرباشة اللي اي شخص عندها حديقة ويجمع بها الورق مع الشجر يستعمل الخرباشة فهي Angle معنى زاوية خلاج نشوف راك أنجل قال لك The Rake Angle هذا الكلام اللي راح تلقوه بالمراجع وبالملازم اتحدى اي واحد انه يفهم منا اي شيء قصدي كلام معقد وما فهمنا منا اي شيء فاذا نريد نجي نفهم خلي نجي نشوف هاي الصور رسمتهم ونحدد بهم اذا اجينا ناخذ قطاع عرضي لفايل طبعا هذا عبارة عن شنو؟ هذا عبارة عن اتش فايل احنا قسمنا قطاع عرضي يعني مجرد احنا نعتبر هذا الفايل عندنا ورا بالصورة كسرناه ونشوف الاي بيكالي فهذا وشنو؟ هذا هو القطاع العرضي للفايل لاحظوا بياي الشكل مع هذا الفايل شون مميز اذا كانت هاي زاوية القص لاحظوا بياي هاي هي الزاوية او هذا هو السطح اللي احنا شنو؟ لما تدور الانسترومنت بهاي الطريقة فنقول ان الدوران يكون هاي شيء شنو معناها؟ معناها هذا هو الوجه اللي راح ياكل هاي القطع اكلها باعتبار ان هو دار واكل هاي راح يجي ياكل هاي صحيح؟ انت بعقلك من قوانين الفيزياء اللي تعرفهم اذا كان هذا الشكل راح تحس شنو؟ راح تحس ان هذا الفايل بتكون الـ cutting efficiency به عالية ليش؟ لان شنو صاير؟ صاير الـ face multi او الـ cutting face هذا ويسمى ايضا بالـ rake face هذا هذا الوجه وجه الـ rake او rake face يكون شنو؟ يكون امام هذا الخط اللي هو خط شنو؟ هذا عبارة عن خط رسمينا من center ما الدائرة هاي الى فوق دائما بالفيزياء اخذوها كمعلومة عاملين ها طبعا rake angle شغلة جدا صعبة نحن نشرحها لان بيها فيزياء وشغلات لازم تحتاج تخيل فانت بس تشوف هاي الصورة راح تعرف اذا افتر هذا او دار هذا الفايل بهاي الطريقة راح تلاحظون ان هالكتنج مالتا يكون قوي واغرسيف وطبعا هذا اتش فايل نحن نعرف من الـ اتش فايل كتنج بي قوي ليش؟ لان الـ rake face مالتا جاي امام هذا الخط اعتبروها مثل المسلمة بالفيزياء لاحظوا اياه هذا الخط فاذا اتت الجزء الـ working part او rake face اذا اتت او اذا جاء امام هذا الخط راح يكون شنو؟ راح نقول لنا هاي عنده زاوية positive زاوية positive معناه هذا الـ instrument او هذا الـ design راح اياكل الـ denton او راح ينظف لنا aggressively طريقة عنيفة اذا ريدي يجي نشوف الصورة الاخرى اللي هي هاي لاحظوا اياه شنو هنا صار وخرنا الجزء هذا شنو هيصر؟ احنا راح يصير هذا هو شنو؟ هذا هو الـ rake face هذا هو الـ rake face وين جاي؟ جاي الـ rake face وراء الخط اللي احنا رسمناه من الـ center مال دائرة اللي هو من الـ radius لاحظوا اياه احنا شنو؟ احنا بالعقل راح نعرف منه شنو؟ ان هذا الفايل اذا سوينا الـ design مالته راح يكون الاكل مالته قليل راح يكون شنو؟ او العدائية او الحدة بالتنظيف راح تكون شنو؟ لماذا؟ لان الزاوية مالته تكون بهذه الطريقة فهي شنو هنقوله؟ هنقوله هذا عبارة عن negative rake angle نجي ناخذ اخر واحدة شنوية هاي شنو تكون؟ هاي يكون الـ rake face مع اللي هو الخط اللي احنا رسمناه من الـ radius هاي شنو هنقوله؟ هنسميه neutral او zero face بهذه الطريقة هاي عبارة عن طريقة نعرف بها الـ rake face ان شاء الله شنو تستفد منها بالنظري ها اذا قللك ان الـ rake face اجي امام هذا الخط اللي هو الخط من الـ radius راح تكون شنو راح تقول راح تقول عليه انه هو positive في حال انك انت ما فهمت هذا الموضوع كله اذا اتى الـ rake face امام هذا الخط راح نقول انه هو positive راح يكون الـ design مع هاي الـ instrument aggressive راح يكون active باختصار اذا جاء وراء behind this line شنو راح نقول راح نقول انه هذا هذا الـ design هو يعتبر negative rake angle راح يكون شنو راح يكون بالعادة passive مو passive راح نقول عليه انه عنده scrapping effect يعني مثل شنو مثل سوي scrap بسيط مو active لانه هو يوخر وينظف واذا كان ما بين البينين راح يكون شنو راح نسمي راح نسمي zero face أو neutral تمام فحنا شنو اذا نريد نجي نشوف طريقة ثانية نعرف بها الـ rake face هو قل لك عبارة عن الزاوية ما بين السطح اللي انت راح تاكله وما بين الـ rake face هذا هو السطح اللي انت راح تاكله يعتبر شنو هذا راح نقول انه دنتن وهي الزاوية بهذه الطريقة اذا كانت الزاوية حادة هاي الزاوية شنو هي هاي الزاوية حادة راح نقول انه هي acute هذا يعتبر شنو هذا يعتبر شنو هذا يعتبر negative break angle باختصار هذا يعتبر negative لماذا الزاوية حادة اذا نريد نشوف العكس لاحظوا به هاي الطريقة هاي شنو راح تكون راح تكون الزاوية ما بين surface to be cut هذا هو surface to be cut وما بين شنو ما بين ما بين الـ rake face اللي هو هذا اللي هو الوجه الذي يأكل لاحظوا هاي الزاوية زاوية اللي هي هاي منفرجة هاي شنو تسمى تسمى لما تكون الزاوية obtuse أو منفرجة راح نقول ان هذا الانسترومنت تكون عندها positive rake face عندها positive rake face هذا باختصار ابسط طريقة اقدر عبر بها لماذا؟ لانهو الـ rake face يعبرون عليه بطريقتين اشهر طريقة اللي هي هاي اللي يعتبر بسيطة عبارة عن الزاوية ما بين rake face و ما بين surface to be cut اللي هو السيرفس اللي احنا راح ناكلها او احنا راح ننظفها وما بين شنو الـ rake face اللي هو الوجه اللي يأكل وانا راويتكم ان هاي الـ direction هاي سيروح اعتبروا ايه هذا فايل هاي سيروح وهي نفس الشي فلاحظوا اياي انه لما تكون الزاوية obtuse او زاوية مفرجة راح تكون شنو ستكون عندنا positive وانت اذا تشوفها بالعقل حاول انك انت تحك ايدك هاي سيحاليا تحك ايدك بهاي الطريقة ضفرك ميلة بهذه الطريقة راح تلقي ان الضفرك يعلم على ايدك وتحس بضفرك اكثر من انت لما تسوي بهاي الزاوية يعني عبارة عن شنو مبادئ للفيزياء الـ concept الثاني او طريقة التعبير الثانية اللي هي هاي تكلمنا عليها انه هو عبارة عن شنو عبارة عن انك انت خط جاي من radius طلع لي فوق ويكون شنو تكون الزاوية او تكون يكون امام هذا الخط اذا كان امام هذا الخط شنو هنقول هنقول انه هو positive واذا كان وراء هنقول انه هو negative واذا كان بالمنتصف هنقول انه هو neutral او zero وشنو فائدتهم هاي الشغلات كلها انه negative يكون الاكل او نقول aggressive او طريقة تنظيفة تكون اقل وكلما كان positive راح يكون aggressive وراح يكون active وراح يكون more efficient يعني فهذا هو شنو هذا هو اللي يعتبر نحن طبعا من اصعب الشغلات اللي ممكن نفهم بها هواي فازي نجي اللي بعدها اللي هو شنو اللي هو احنا اخذ هسا standardization of endodontic basic instrument شنو معناها راح نجي ناخذ لطريقة توحيد ال endodontic instrument اللي احنا شنو احنا نعرف ان ال endodontic instrument هسا الحد لان شفناها بها هواي ارقام وبها هواي شغلات وبها شغلات الدوخ فريدني شنو شنو نريد شغلة او نريد نظام هذا النظام شنو يسوينا توحيد لهاي الشغلات حتى نعرف نحن نفهم هاي الارقام ونعرف شون استعملهم اول standardization او اول تنظيم احنا اخذها اللي هو التنظيم size اذا نريد نجي نشوف الفايلز او hand instrument راح شنو راح نقول ان احنا نقسميها على حسب شنو على حسب بداية التب مراتم مثل ما ذكرتكم قبل شوية بالتنظيم السيزنج سيستم اول شي نبدأ نبدأ بالفايلز اللي هم الستة ثمانية وعشرة يعني شنو لاحظوا انه هو التب مرتها يزيد او حجمها يزيد على الأشقات يزيد عن طريق اضافة اثنين بس من بعد العشرة راح يبدأ يصير خمستاش يعني ماكو فايل 11 ماكو فايل 12 13 لا اكو ستة وثمانية طبعا ستة اصغر فايل موجود نقدر نستعمله وثمانية بعدها عشرة بعد نحن نروح راسا يوفيق على الخمستاش بعد نحن نزيد تبدي نزيد 5 بهاي الطريقة حسنا تبدي نزيد 5 لاحظوا الى حد وين الى حد ما نصل للستين عندما نصل للستين تبدي نزيد 10 تعني بهاي الى حد ما نصل طبعا مية ومية وعشر ومية واربعين طبعا هذول شون يصيرهم صنعوا عبارة عن براغي نحظوا عبارة عن براغي واذا اريد طبعا اذا اريد اجي اسألكم على المودة نتأكد ان احنا فهمنا الـ Taper اذا اريد اجي نشوف الفايل مية شون معناها؟ الفايل مية شون معناها؟ معناها عبارة عن انه يكون TipMata عبارة عن مية تقسيم مية واذا تطلع؟ يعني TipMata 1 ميلي اختصار هذا TipMata 1 ميلي اذا تريد ان تعرفون فهذا هو شنو؟ هذا هو اول Standardization اللي هو Standardization according to size اصغر الفايلات اللي هما 6 و 8 و 10 مشهورات جدا نستعملهم شنو؟ ناخذ بهم Patency او نفتح بهم الكنال بالبداية ونتأكد انحنا وصلنا للنهاية بعدا شنو؟ نبدو نسوي shaping و cleaning بهذه الفايلات الثانيات ان شاء الله الثاني شنية ان هم هذو اللي ملوني لك اياهم بألوان مميزة حتى شنو؟ حتى تعرف انت كل فايل من بعيد شون او شغط حجمه الستة و الثمانية والعشرة اللونهم مميز جدا وما رح يتكرر نهائيا لماذا؟ نبقيت الالوان رح تتكرر بعدا الستة لونه وردي ثمانية لونه غري او رصاصي والعشرة اللونه اللي هو purple او بنفسجي بعدين شنو سيصير؟ سيصير عندك انت الخمسنعش لونه ابيض عشرين لونه اصفر بعدين احمر ازرق اخضر اربعين السود بعدين شنو سيصير؟ من وراء الاربعين سيبدي تعاود نفس الشي خمسة اربعين و همسين و هكذا الى حد ما يوصل للثمانين بعد التسعين و هكذا يعني شنو؟ اذا رد نجي نعرف مثلا اللي هو المية و عشرين شغد المية و عشرين شرح يكون لونه ازرق لماذا؟ لان هذا الست هذا الست يتعاود بالضبط هذا اللي هو white yellow red blue green will black هذول يتعاودون لاحظوا ان هم جاي يتعاودون بس من اللي ما يتعاودون؟ هذول الثلاثة الاوليان اللي هو ما نساوه بهم ستة pink دائما ثمانية دائما لونة grey و العشرة اللي هو ملك الانسترومنت ملك الهاند انسترومنت اللي هو لونة purple هذا اكثر شيء ستستعمل فهذا شنو؟ عبارة عن color code لاحظوا معي color code نعرف به اللي حتوان 10 15 20 و هكذا مثل ما قلنا الـ 15 والـ 45 نفس اللون ميزم؟ ميزم ان هذا سيكون حجمه كبير لاحظوا معي و الـ working in ستجدون شبير و حطيت الكيام اثنين لماذا نحن نحن نفس الشيء؟ او تجدون احسن شيء منهم و رقمي الكيام كلهم بهم ارقام على ما نعرف بهم الأحجام و شاء الله ثاني ما هو الـ taper سنعرف ان الـ hand instrument most likely اغلب الاحيان ستجدهم taper 2 لا بهم اي مشكلة مثلا؟ بس اكو بعض الـ hand instrument اكو بعض الشركات كيف تفعل؟ تفعل files انهم يشبهون الـ system مع الـ rotary بس هم يكون الـ taper mat بـ 4 و بـ 6 ستجدون ان الـ color code يضعون يضعون الـ rubber stopper هذا انا لم اتحدث عنها هذا هذا عبارة عن شيء يسمى rubber stopper وهو عبارة عن مثل الجزء مطاطي وين تكون موجودة بالـ metal part هنا مهمة مهمة ومهمة انها تعبرنا عن القياس يعني انها بالضبط وين جاية جاية على التقامة بين الشانك ونهاية الـ working end يعني سنقول انه جاية هاية بقائسة انها 16 ملي متر لماذا؟ نحنا عرفنا ان الـ working end قد طولها 16 فاذا تضعها هنا بالضبط على الـ junction ستجدك على 16 ملي فهي الـ rubber stopper فاذا ستجد ان الشركات عندما تجد تشتري الفائل ستجد انه يراويك الـ diameter أو الـ taper مع الفائل على حسب الـ rubber stopper اذا وجدت الـ rubber stopper صفرة صفراء اللون ماذا معنى؟ معنى ان هذا الفائل هو taper 2 اذا وجدت الـ rubber stopper لونها احمر فهذا ما معنى؟ معنى ان هذا الفائل هو taper 4 وهكذا فهذا هو standardization of size نأتي الـ standardization of length ماذا لدينا الـ taper اخذنا نأخذ طول الفائل بالمجمل عندك ثلاثة أطوال يأتي بها الـ hand instrument أو أي سن تكون طويلة مثلا الـ upper six مثلا ممكن تكون طويلة والـ short القصيرة تكون 21 مليمتر حسنا ماذا تقولون؟ كيف نحن عندنا الـ working part 16 مليمتر ثابت وهذه المتغيرات سأقول لك ان التطوالة هين تأتي بالشانك؟ لاحظوا لاحظوا ان هذا الـ working part هو 16 مليمتر بعده ثابت هذا 16 وين يضعوا بالشانك؟ هنا يزيدوا فشنو؟ والطول اللي نتكلم عليه مثلا اذا كان هذا طبعا هذا عبارة عن long file هذا عبارة عن هذا كله هذا كله 31 هذا 31 الثاني اللي هو الموست كومن اللي راح تستعملوه أغلب الأحيان ايج قد رح يكون؟ رح يكون 25 ملي اللي هو الـ standard وأيج قد رح يكون الشانك قد رح يكون هذا سيكون 21 ملي ما هو اللي هو length of the instrument blade او working or cutting area اللي هو تكلمنا عن هذا this length is standard to be 16 مليمتر starting at the D0 and ending at D16 احنا نرجع ونعاود نفس الكلام اللي قلنا في حال انه اكو شخص ما فهم احنا قلنا شنو؟ هذا هو or working end working end مقسم من البداية من الـ tip ويسمى diameter number zero او diameter او قطر رقم صفر وكل مرة ما فهم كل من يزيد كل من يزيد الى حد ما الى حد ما نصل لاخر diameter ويسمى D16 D16 اوكي رح تقول لي ما قد يزيد رح يقول لك يزيد على حسب الـ TaperMalt file اذا قلنا هذا الفايل TaperMalt2 سيزيد ويزيد نسبة 2% من D0 اذا كان D0 مثلا نقولنا هذا الفايل 30 معناها 30 معناها 30 هو عبارة 30 تقسمها على 100 تقسم لك 0.0 30 اذا اريد نحسب D2 مالتها D2 تساوي 0.30 زائد 0.02 وهذه الطريقة الآن عرفنا D2 D3 تأخذ مجموعة ويزيدها بعد 2 بعد 2% بعد 2% إلى حد ما توصل لـ D16 اذا كان هذا الفايل TaperMalt6 ماذا نفعل هنا لا هنا تأخذ البداية وهذا الفايل 30 يكون 0.32 زائد ما زائد زائد لا زائد 6 معناها الزيادة التي تحصل في كل D في كل مليمتر طبعا ما الفاصل ما بين D والD وهو مليمتر واحد فقط إلى حد ما يصل لـ 16 هذا هو باختصار أي شخص ما فهم موضوع ما هو نأخذ نأخذ standardization of taper نعودها مرة أخرى قلنا بالضبط هذا طبعا يتكلم عن منه يتكلم عن الهند اللي هما اللي هما TaperMalt2 هذا مو قاعدة عامة لدينا لدينا Taper 4 Taper 6 Taper 9 Taper 10 Taper 11 لكن أغلبهم بالروتاري إنسترومنت والروتاري ستجدون أنهم عالم مختلف ويعني بيشعوبات مطبيعية الحلو أن الهند كلهم أو مستعبت أنهم Taper 2 فشنو أطلقك مثال قال لك هذا يعني أن مختلفة D0 و D16 ببعض الأعلى 0.32 ما قال لك؟ قال لك هذا الشيء يدل يدل على أن مهما كان حجم الفايل مهما كان حجمه إذا كان 10 20 25 35 ما العلاقة الزيادة ستكون 0.32 لماذا؟ لأن هو عبارة عن 2% تضربهم في 16 لماذا؟ نحن مودي 16 16 مليمتر سيطلعون 0.32 فأي فايل تشوفه بالبداية إلى حد النهاية هو يزيد 0.32 وهذا السؤال يأتي مرات بالنظري مهم هذا هو هذا هو التابع ممتاز جداً بعد ما خلصنا سأريد أجي أمر يعني مرور الكرام على الباربد بروتش الباربد بروتش طبعاً ما يعتبر ما يعتبر ما يعتبر هو يعتبر كما ذكرنا بالتقسيم الأول لكن أنا أحبت أذكره لأنني لا أريد أصرف عليه وقت سأخذ المهمات أكثر مفوض نعرف عليهم أكثر لكن ما أحبت أذكره على السريع الباربد بروتش لو تلاحظون عبارة عن هاند بروتش بها هاندل وبها شافت وبها المميز عبارة عن وطالعة مننا مثل الأشواك بالضبط لو تتعرفون الباربد بروتش يشبه الجذع مع الوردة نعرف أن الوردة الورد بمثل الأشواك فهو بالضبط مثل الأشواك من الانسترومنت من شكلها نعرف أن هذا مهمته مهمته أنه يسوي مثل ما قلنا Pulp Extirpation لاحظوا بها لماذا؟ عندما تدخل هذه الانسترومنت تدخلها بالكنال كيف سيصبح الأشواك سنقول أنها تتعشق أو سيصبح بالبالب ستعلق هنا فعندما تجر الباربد بروتش سيصبح أياك بالبالب هذه هي طريقة استعمالها طريقة استعمالها التي تعرفونها أو تختارها عبارة عن sizes يعتبر أكستر 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 ماذا تفعل إذا تريد تفعل ببساطة أو تختار السيز المناسب ما تختارها؟ أن يكون الباربد بروتش يدخل للكنال بدون ما يمثل الجوانب لأن الباربد بروتش يمثل الأشواك إذا كانت هالأشواك بارزة هواية ستختار رقم كبير وما تدخلها سيصبح مرات سيصبح مرات للكنال سيصبح صعب لأنها عبارة عن أشواك تختار واحد يدخل بدون أي تلامس أول ما تدخلها سنقوم بأن نصف الكنال وتسوي 180 درجة أول ما تدخلها تسوي 180 وتجر هذه هي الطريقة نستعملها عندما تدخل 180 درجة ما تدخل ستلف البالب ستلف على الباربد بروتش فهذه اللفة سيتعشق بالأشواك ملاته ثم ستسحب ستجد أنه يخرج بهذه الطريقة فهذا هو هذا هو الباربد بروتش بعد ما أخذنا لمحة بسيطة سنأخذ ما؟ نبدأ بأهم الإنسرنت وأكثر إن شاء الله نحن المفوض والراكز عليهم نأخذ أول شيء الريمر تمام أو ما تشوفون قدامي ما أنا أرسم لكم رسم لكم مثلث هذا المثلث مهم جدا كل ما تشوف ريمر تذكر مثلث لماذا؟ الريمر عبارة عن هاند انسترومنت لاحظوا معي عبارة عن هاند انسترومنت نفس الهاند انسترومنت التي تكلمنا عليها بضبط بها هاندل بها شافت و بها إن شاء الله المفوض أول شيء مالريمر هو وهذا لماذا قدتكم تذكروا المثلث لاحظوا معي مالريمر مالريمر هو مالريمر شنو معناها؟ معناها أن الكتينج مالتا ثلاثة لاحظوا معي و بزاوية جد زاوية ستين لأنه عبارة عن مثلث متساوي لاحظوا معي زاوية ستين هذا الشيء ما يجعل هذا الديزاين المادة يجعل الريمر يعتبر من الأغرسيف هاند انسترومنت الذي يمكننا نظف به و يضطينا فعالية بالشغل إن شاء الله نعرفها على الريمر إن شاء الله مهم جدا إن شاء الله وهذا عبارة عن ريمر طبعا لاحظوا أن هم نفس الحجم لاحظوا أن الفلوتس هنا أقل هنا تايت ضيقة على بعض الفلوتس حجمهم أو عددهم أكثر مو حجمهم هنا هنا تكون الفلوتس أقل هذا الشيء ميز الريمر إذا تمسك ريمر وتمسك فايل نفس الشيء ستجد أن الفلوتس بالريمر أقل وهذا الشيء يجب أن يجب أن يكون عالي إن شاء الله الثالثة الذي تميز ما هو أنه 2.5 times أكثر أكثر من الريمر يقطع أو ينظف أو الأداء أقوى من الريمر لماذا قلنا هذا الشيء يرجع للديزاين عبارة عن ستين فلما يقوم فلما يجب أن هذه الزاوية تأكل وتعتبر هذه الزاوية حادة معنى ما يكون قوي الاستعمال مهم جدا هذا سؤال بالنظري الاستعمال عن طريق الريمر ماذا نستعمل نستعمل عن طريق أن ندخلها ونفر كأن كنت تفر برغي ثم تسحب بالنهاية تفر كأن كنت تدخل بهذه الطريقة كلمة ريمينج يعني أن كنت يدخل شيء بالتدوير فهو نستعمله عن طريق ريمينج موشن إن شاء الله الثاني مفهد نعرفها عن الريمر أنه لأنه لأنه أغريسف وهو يعتبر الأفشينسي قوية فمعرض أنه يصير ولأن الديزاين مثل ما قلنا هذا الديزاين يعرض أن يكون عنده تندنسي فراكتش أو مصطلحات التي تركزون بها فراكتش فراكتش هو نفس الشيء معنى أن انفصلت الأداء انفصال فانفصلت فكلمة فراكتش يعني أن الفايل ينكسر فمعرض أن ينكسر أكثر من لأن عبارة عن مقارنة لأن من نهاية اليوم نستعملهم نفس الاستعمال ولكن المقارنة فهذا هو الريمر سأخذ ثاني شيء هو الفايل لاحظوا ما رسمت لكم رسمت لكم مربع كل ما ترى فايل ذكر المربع دعنا نرى إن شاء الله الفايل ما ترى بالكروس سكشن ستجد أنه مربع باختصار المربع هذا سيجعل أن الزوايا التي نستعملها بالكتنج ستكون زوايا تسعين لأننا أعرف أن هذا الزوايا تسعين الزوايا تسعين تعتبر الزوايا ليس حادة مثل الزوايا ستين هذا لماذا الكتنج أو الفايل يعتبر كتنج أقل لأن الزوايا التي استعملها بالكتنج الزوايا هي زوايا تسعين لا تكون حادة مثل 60 60 تعتبر 90 تعتبر أقل كتنج كتنج أقل ما عاوضنا عن طريق الفايل يكون الفايل أكثر هذا مهم نحن طبعا نحن كتنج الفايل لاحظوا هذا الفايل به الفايل نستعمل عن طريق ريمن من اسمه ريمن ريمن كنت تلوف أو تفر أو تدوره مثل البرغي ثم نجر الفايل ما نستعمله من اسمه فايل يعني نستعمله فايل باختصار أنه نطلع وندخل نطلع وندخل هذا هو هذا هو الاستعمال بالفايل نقوم بفايل فهذه المعلومة المميزة عن الريمر نستعمله كفايل والريمر نستعمله سهلا جدا والمعلومة اللي بعدها واضحة جدا ومميزة اللي هو أنه مثل ما قلنا الديزاين ما تيخليه أقل فعالية من شنو من اللي هو الريمر حسنا إذا أريد أن أقول لكم باستعمالنا بالأسنان ستجد أن حياتك كلها أغلب الأحيان أنت تستعمل فايل لا تستعمل لماذا؟ كما قلنا أنه كالكامل أقل وطبعا الريمر يعتبر أقوى ويعتبر كالكامل أحسن لماذا نستعمل الفايل نستعمله لسبب واحد ويعتبر مهم جدا أنه tendency of fracture أقل من الريمر نحن بالإندودونتك دائما نخاف من أن ونحن نعمل ينكسر الفايل فشنو كالكامل تندنسي مع أنه يصل إلى separation أو صلة أقل من الريمر فشنو لا نستعمله بعد ما أخذنا وخلصنا نأخذ نأخذ headstrong أو يسمى أيضا بال edge file ال edge file عندما نرى cross section ما سنجد سنجد يشبه الدمع يشبه أو يشبه الفاصلة كما شرحت قبل قليل وعبارة عن دائرة ويمثل بروز إذا كنت ترى بشكل جانبي شكله يشبه الأقمع كأنه أقمع فوق بعض ترى قمع فوق قمع والبداية مالتها ما هي عبارة عن عبارة عن tear drop أو يشبه cross section هذا هو يأتيكم من الأسئلة وإذا ترى من الجنب ما ستجدون ستجدون أن يشبه الأقمع يشبه ويسمى طبعا بال edge file وهذا ما هو هذا عبارة عن normal هذا عبارة عن normal هذا هذا active tip وهذا passive tip وهذا مذببة وهذا عبارة عن dull وهذا هم من نفس الشيء يراويك أنه يوجد موديفكيشن هذا H file H file إن شاء الله مميزة عن بقية الفايلات إنه positive positive وهذه طبعا شرحت لكم قبل شرحنا Rake قلنا أن Rake كل ما كانت positive ما معناها؟ أن هذا الفايل aggressive أن هذا الفايل aggressive وأن هو cutting efficiency عالية إذا نريد أن نرى الـ design من شكله سنعرف ما نستعمل بما أنه مثل الأقماع ما نستعمل نستعمل أو pull motion pull يعني سحب لماذا؟ لأنه عنده positive rake angle جاء من جو هنا ما نستعمل بالpull motion لأنك أنت تدخل وانت ومطلع هو يطلع ونظف لك فإذا أريد أرسم لكم إذا إذا يأتي ه ه هذه positive وهو angle فهذا إن شاء الله ستبين أنه عن طريق الزاوية وهي كون هوية السيرفس الذي سيأكل أنه بالpull motion نستعمل أكثر فهذا نستعمل فهذا إن شاء الله تجعلنا نستعمل حتى نطلع في كيس 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 إعادة إلاج عصب فهذا حاولت أكل أورفس من فوق ثم 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 هذا هو الـ Leading أو الـ Cutting وهذا إذا نريد أن نعود هذا Long Axis وهذا هذا الـ Leading هذه الزاوية مع الـ Helical Angle مع الـ Edge File كما قلنا قلنا أن هذا الـ Leading Edge أو الـ Cutting Edge من نفسه ضعيفه من نفسه معرضه أنه ينكسر لأنه يتخسر منه ضيق لأنه يجب أن نفعل الـ Rotation يجب أن نفعل الـ Rotation لأنه يجب أن نفعل الـ Rotation لأنه يجب أن نفعل جرّة أول ما تجرّة هو كما قلنا قلنا أنه هو الـ Action Multiple Pull سيظهر لك الـ Cutting لكي أذكر أنه ممكن Palatal Root فجرّة يظهر لك فما نستعمل نحن؟ نستعمل بالعادة عندما نظهر بـ Cutting عندما نريد أن نفعل إعادة علاج عصب أو Retreatment بعدما نفعل الـ H أو Head Strong نأخذ موديفكيشن للفايلات نحن قلنا أننا لدينا كيف لدينا الـ K-File لا يوجد أي مشكلة ما نفعله؟ لماذا نفعله بدل أن يكون مربع نفعله رومبويد أو نفعله كيف لدينا الـ K-Flex هو عبارة عن موديفكيشن للفايل العادي أنه مجرد ما نفعله؟ نفعل ما نفعله كروسسكشنة بالـ Diamond وهذا ما نفعله؟ نفعله أنه كيف لدينا كيف لدينا شغلتين؟ واحد اسمه High Flutes هذه عبارة عن Flutes تسمى بالـ High Flutes وهما اللي هما اللي هما اللي هما اللي هم اللي هما اللي هما هذا الشيء سيحسن من الـ Cutting efficiency و سيجعل هذا الفايل فلكسيبول لماذا؟ لأننا نعرف أن القنوات مع الأسنان لا تكون راوند بالضبط دائماً تكون شنو؟ كبيراً كل الوقت تكون شنو؟ تكون أفضل وهذا شنو؟ يكون ملائم لشكل القناة فيكون شنو؟ الشغل مالته أفضل أفضل فلاحظوا يا هذا هو الـ Kflex Files مالته الشكل شنو؟ يكون عبارة عن رومبويد أو دايموند شيب وبثما قلناه هو عبارة عن تحوير للـ K العادي وشنو؟ يكون فلكس أكثر من الـ Kfile وتستعمله الفايل اللي بعد أنا جداً أحب هذا يسمى بـ Cfile 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 شنو؟ هو عبارة عن فايل عادي لكن شنو؟ يكون المميزات اللي بيكون مور ستف يكون هو عبارة عن ستينلس ستيل فايل ويكون جداً ستف يعني يكون صلب بـ ActiveTip ها إن شاء الله مهمة جداً الأغلب الفايلات اللي شفناهم بالبداية ما بيهم ActiveTip تكون Passive عامة شنو؟ نقدر نستعمل الفايل بسهولة وما نسوي ترانسبرتشن أو ما نسوي ثقب للـ Root بس شنو؟ Cfile يكون ActiveTip وشنو استعمالاته يستعمل في شنو؟ في Tough and Calcified Canal أول ما تشتغل أنت بالأسنان و لما تريد تشتغل تشتغل تشوف أنك أنت طوك فايل بحرف C من فضل هذا دير بالك منه هذا ممكن يوديك بدهية إذا تستعملها اغرسيفلي جداً سهل أنك أنت شو سوي؟ تسوي ترانسبرتشن للكنال أنك أنت تخترق الكنال لأنه هو Stiff عبارة عن شنو؟ عبارة عن نوع من Stainless Steel يكون قوي الفايل ويكون شنو؟ يكون TipMalta Active يعني شنو؟ تأكل هاي TipMalta Aggressive فهذا الفايل يعتبر اغرسيف بس شنو استعمالاته رائع؟ إذا عندك Calcified Canals بحالات اللي هو Pulpotech وهاي إن شاء الله تكون Narrow Canals هذا هو سيد الفايلات رح يوفر عليك طبعاً يعني ساعات من الشغل وطبعاً يأتي بمقاس 21 طولة أو يأتي بـ 25 فهذول ما يقولي أشهر الفايلات أو أشهر الHand Instrument أخذناهم إذا أريد أن نقارنهم باختصار على السريع شنو عندنا؟ الريمر يكون عبارة عن Triangle الفايل يكون Cross Section Multi Square وهذا عبارة عن موديفكيشن لهذا سميناه رومبويد أو دايموند والهيدستروم عبارة عن شنو؟ عبارة عن Teardrop أو كومة وهذا عبارة عن موديفكيشن للH فايل ويسمى بالـ Unifile أو S-File عبارة عن S-Shape Cross Section بهذه الطريقة أنواع وأشكال وكل شركة طبعاً جاي تطلع شغلات جديدة ولكن انت شنو؟ الحلو بالموضوع أن نحن ركزنا على أهم شغلات اللي هم أكثر شيء هذولي اللي سنستعملهم K-File سيكون استعمالة يعني من أكثر شغلات تستعملهم مرة تستعمل H-File مثل ما قلنا بحالات الـ Retreatment ومرة تستعمل المرة تستعمل المرة تنظفه بالبداية ستتوفر وقت لأنه يأكل فهذا إن شاء الله ممكن أنت بعدين في الخبرة تستطيع تعرف إذا أريد أن يأتي أرويكم هذه الصورة عجبتني ما بها أي شيء هذا هو شكل الفايل الفايل مثل الفتحة هذه الفتحة اللي يسأل ما هي مرات كنوع من الاحتياط أنك أنت تدخل به خيط مالأسنان وتربط بالفايل خاف تستعمله وتسوي به Instrumentation لا تخاف أن هذا الفايل يطيح بفم الـ Patient وهو يبلعه لكي تتجره وليس يطيح من مكان لكي تتسحبه كنوع من Safety تضمن هذا الفايل لا يطيح بالأرض ولا يسقط في فم الـ Patient أو هاي شيء الفايلات مثل ما قلنا لو تجد تشوفها من فوق أو تجد تشوفها من الجانب ستجد تجد 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 sl aan ومن ثم الفايلات ووفق ما تجد 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 التجد هذا الشركة قالت ان الrober stopper مالتنا الأبيض هو عبارة 21 الذي هو short file ال 25 إذا وجدت الrober stopper مالتا صفراء يعني هذا 25 هو standard إذا وجدتها 31 أو 30 الذي هو long file لأن الrober stopper مالتا سوداء طبعا الrober stopper مالتا سوداء مثل الثلمة مثل groove هنا مرة تجدها مثل لون تجد لون مكان واحد فقط من الrober stopper لماذا؟ على الموضة هذا ما يكون؟ يكون مالتك الguy إذا أنت نعرف أن نحن الانسترومنت نحركهم بشكل دائري فأنت تريد تعرف تريد تشوف الحركة هاي شون تكون مثلا تريد مثلا مص لفة الهي 108 ما ناشنو هذا الroof سيمشي منا ويروح للجهة العكسية أو مرات نستعملها حتى بشكل إن إحنا لما نسوي bend للفايل مرات ندخل القناة أو نقول الroot يكون بكرف نسوي نحن كيرف أصلا وهذا كيرف تتأمره بالمالتك الذي هو الroof هذا عندما تدخل الفايل وتفر الفايل سنقول watch winding أو تفر الفايل تعرف انت وين بالضبط تعرف الكيرف المالتك عن طريق خاري الroof يبارا عن مثل مثل clinical tips أنا لا أستسامعهم أسمعهم كل مرة بكورس فأحبت أن أضع هذه الصورة وأشرح لكم وإذا كنت ترى ss معناها stainless steel وإذا كنت ترى nt معناها سنتحدث عنه بعد قليل بعد ما خلصنا الroof سنأخذ rotary instrument اللي هم اختصار الفايل التي نركبها بأجهزة على مدد نسوي بها root canal لو نأخذ الroof فايل ما لاحظوا أن الجهة هذه تشبه كثيرا اللي هو hand instrument عندنا شنو عندنا working part وعندنا الشانك بالعادة الشي يفعلون بالعادة الشركات يحطون لك marking هذه الماركينك تبدي أكو 16 أكو 18 تبدي وهاي 21 أنا متعرف بالضبط أنت الworking length مالتك هذه عبارة عن خطوط تراويك شنو تراويك ال length باختصار يعني إذا هذه 16 معناها ما هي 16 لماذا؟ لأن هذا الworking length مالتك 16 إن شاء الله الثانية شنية أن الrootery لا يوجد أو بي هندل لكن ليس مثل الهندل التي نستعملها بال hand instrument هذه عبارة عن latch type لأن هذا يركب بالجهاز الذي يدوره ويشبه يشبه low speed بعرات low speed أو التوربين اللي هو low speed يركب به الفايل لكن هذا السؤال مرأجاني إن الدكتوري نستعمل الفايل نضعه بالlow speed هو تقدر لكن هل هذا صحيح؟ أنا أقول لا لماذا؟ لأن باختصار low speed عبارة عن سرعة ثابتة وهذه السرعة ثابتة غلط لأن كل شركة تصنع الفايل تطيق السرعة التي تستعملها وتطيق التورك اللي هو العزم الدوراني وهذا الشغل سنأخذها فالمفتوض أنك لا تستعمل أبدا الهاند بيس low speed تركب عليها فايل وهو ستجده يركب بس مرات مرات إذا أنت أول ما تستعمل ستجد أن الفايل يدور بطريقة قوية وأنه هو ممكن يتكسر بثواني فما أنصح أي شخص يسوي إلا لو أنت تقدر تتحكم بالسرعة ما low speed وهذه طبعا تكون بكراسية طبعا متطورة وهذه الشغلات نستعمل رابر ستوبر لاحظة إياه هذا الخط يراويك الدوران وهذه الشغلات الممكن كتعريف مبدأي فقط للفايل اللي هما مع الروتاري بعد ما أخذناهم نأخذ الشغلة مهمة اللي هي الميتالورجي كلمة متالورجي ما معناها؟ كلمة متالورجي باختصار اللي هما المعادن التي تصنع منها الانسترومنت سواء كانت هاند انسترومنت أو كانت اللي هو الروتاري انسترومنت هناك ثلاث معادن مشهورة نستعملهم حتى نصنع بهم الانسترومنت أول واحد اللي هو كاربون ستيل اللي هو كاربون ستيل سنرى المميزات المميزات يكون عندها هاي هاردنس ثان ستينلس انسترومنت يكون القوة أكثر من الستينلس اللي هو حتى نستعملها فشنو مالتها اول شيء معرض للكوروجين نعرف ان المعادن هاي اللي تكون دائما معرض انه يصبح كوروجين لا نستطيع نقوم او لا نستطيع نقوم اللي هو معرض انه يصير لصدق والامثيل اللي هو اللي تكلمنا بشوية هذا عبارة عن من الانسترومنت يصنعونه بالكاربون ستيل ولازم طبعا كاربون ستيل لماذا؟ نخاف عليه انه ينكسر لانه يصنعون من الكاربون ستيل النوع الثاني هو مشهور جدا والذي هو اغلب الفايلز اللي هما هاند انسترومنت فايلز وريمورز تكون مصنع من الستينلس ستيل الستينلس مالتها يتحمل الكاربون على عكس الكاربون ستيل ما عدنا بي اي مشكلة مشكلته ما هو ستينلس 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 ما بي فلكسبلتي ستينلس ما بي فلكسبلتي فهذا شنو يخليني خليني ان احنا اذا استعمله بكناالز بكيرف تكون بيها او تكون متعرجة شنو معرض انه ينكسر ومعرض انه يتكسر اكثر من ستينلس ومعرض انه يتغير من شكله مثلا اذا الفايل تلوي لوية غير طبيعية ستغير شكله ويخرب بعد ما تستعمله فهذا هو الستينلس طبعا بشنو يظل هو من اكثر المعادة استعمالا بالفايل نجي للنجم نجي للأسطورة نجي للشغلة التي غيرت طبعا يعني الاندستري ما الاو يعني ما نقول تخصص اللي هو الاندو اللي هو النيكل تايتينيوم او يسمى بالنيتاي دائما راح تسمعون نايتاي ان اي تي اي معناها شنو نجي نشوف او شي الادفانتجز مميزات اشكال بي مميزات او شي بي شايب ميموري شنو معناها انا انك انت تستعمل نايتاي تستعمل تطويق بطريقة ونقول انك تطويتها او سوات لها بيندينج بهاي الطريقة ستجد ان بعد شوية سيرجع لشكل الطبيعي بدون ما يصل ل الديفورميشن مثل ستينلستيل ستينلستيل إذا تطويه بشكل أغرسيف أو عنيف سيظل الديفورميتي مالتا وسيخرب بس النيتاي لأ عنده shape memory وهذه طبعا ستجدها طبعا option بعد ذلك سألويكم شون انت تشوف الفايلات لأنهم عبارة عن مجموعة كبيرة ودوخ وكل واحد عنده system وقصة فكل واحد تطيق الoption مالتا فيقول لك أن هذا shape memory فهذا ستجدها عرفت شن هو shape memory ما هو الفايل هذا؟ أول ما توخر من force سيرجع إلى شكل الطبيعي بدون أي مشاكل ثاني شيء super elasticity super elasticity يعني أن هذا الفايل very elastic يعني هذا الفايل تقدر تدخل به كنال S shape بهاي الطريقة تقدر تشوف به severe curve يدخل هذا الفايل يدخل ما عنده أي مشكلة وتقدر تسوي ب preparation ببساطة low modules of elasticity نفس الشيء هاي كلها عبارة عن elasticity معنى أن هذا الفايل نقدر نحن نستعملها بالقنوات اللي هي متعرجة corrosion resistance هاي شغاله مميزة ويتشارك بها ويال stainless steel أنه هو يتحمل corrosion المعلومة اللي بعدها أنه هو softer than steel أنه هو شنو يعتبر النعم من الستيل وبي good resiliency وبايو كومباتيبل ما رد أطاول عليكم هاي شاء الله ممكن لش مهمة يعني أنه يتحمل أو بايو كومباتيبل يعني أنه هو ما يضر الجسم وأنه هو softer than steel أنا نأخذ الأدفانتج أنا الأدفانتج أكثر شي أراكز به أول شيء الأدفانتج به شنو هو poor cutting efficiency مثل ما قلنا أنه هو soft وبايو كومباتيبل فشنو هذا الشيء؟ هذا الشيء يجعله أنه ما يأكل من السن مثل ال stainless steel إن شاء الله الثاني شنو وهي إن شاء الله كل شيء مهمة إن ال night high file do not show signs of fatigue before they fracture ال night high file لما تشوفه وتستعمله ما يبين علي أعراض أنه هو بداية يستهلك إن شاء الله يعني تخلي شنو تخلي أنك أنت ما يقول لك يمت خلاص اعتقني وبدلني يظل تقدر تستعمله تستعمله تشوفه 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 إلى حد ما يوم يأتي سوف ينكسر هذا الشيء يجعله أنك لا تعرف يمت خلاص لأنه شنو تشوف شكله من بره لا تطلع عليه أعراض أنه هو مستهلك وبإن شاء الله ثاني طبعا ما مذكوره أعتقد ما مذكوره هنا أي أنه شنو إنه هو التكتال سنسيشن بي ضعيف لماذا؟ لأنه هو مثل ما نقول مرن التكتال سنسيشن اللي لا يعرف شنو اللي هو الإحساس أنت بصبعك أنك أنت جاء تدخل بقناة أنك أنت مثلا دخلت بشعل ضيقة أنك أنت وصلت لحائط بلوكج صغير عندك هذا يسمى بالتكتال سنسيشن اللي هو الإحساس اليدوي بأنك أنت جاء تسوي شيء لما تستعمل النايتاي نايتاي مرن إذا تضغط به مثلا إذا تضغط به على بلوك سيصير لشنو بلوكج ما تحس أنت هل أنت ضربت بلوكج صغير أو أنك أنت لأ مستمر فهذه المرونة اللي بي تخليك شنو تخلي التكتال سنسيشن مالته يعني ضعيف ولذلك رح تلقى أن أغلب أو شبه كل الروتاري فايز تكون التب مالتهم باسف وليس اكتف ما تكون شنو؟ ما تكون اكتف ليش؟ لأن لو سوها اكتف أنت التكتال سنسيشن ما عندك بالنايتاي ولان شيء أنت جاء تستعملها بروتاري انسترومنت جاء تستعملها بجهاز مثل هاند بيس هاند بيس تطلع انت ما جاء تحس بعيشي فإذا تستعملها بشكل غير صحيح ما نحن تسوي ستجعلها 24 ساعة تسوي 24 ساعة تثقب بالروتاري فشي سوهم دائما يجعلون التب مالته اللي هي اللي هي تكتال سنسيشن وانت أصلا جاء تستعملها على هاند بيس أو كوشارات ما تخليك أنت تحس بالضبط ما يجعله المعلومة اللي يبعدها ما هي poor resistant to fracture as compared to stainless steel هاي المعلومة انه هو شنو يتكسر أكثر من stainless steel ومثال عليه اللي هو نايتاي فعل أغلب الفايلز من الروتاري هم عبارة عن نايتاي فايلز نجي هسا الشغلة ثانية الشغلة ثانية هو نحن عندما نستعمل للروتاري فايلز هاي عبارة طبعا عبارة عن محاضرة تعريفية للروتاري سيستم لا أستطيع أن أشرح عليه بشكل كامل لأن يحتاج محاضرة أخرى لكن سأجدكم إن شاء الله المميزة بهم الروتاري سيستم إذا أريد أن نرى لدينا نوعين أكو سيستم من الفايلات يدور ماذا؟ يدور بشكل دوراني كامل بهذه الطريقة وهذا علامته لاحظوا إياه هذا ما هو continuous rotation عبارة عن ما هو مثل الریف مثل المثقاب من المثقاب لصيل ويسمى بالروتاري النوع الثاني متوجه بعض السيستم من الفايلات تكون ماذا؟ تكون بها الحركة ريس بروكيشن موفمنت ماذا معنى ريس بروكيشن؟ معناها يدور 90 و يرجع 30 و يرجع 90 و يرجع 30 و يرجع 30 يعني ماذا؟ و تكون واحدة ستروك أكثر من الثانية لاحظوا به، هذا شعار ما لتهم وهذا ان شاء الله طبعا مهمة جدا قادرتكم تركزون به، لماذا؟ نهانا بعدين سنقرأ الكت عندما ستقرأ الكت ستعرف ان هذه الكت مخصصة للرس بروكيشن أو للروتاري هناك فائلات روتاري و فائلات نستعملها رس بروكيشن و طبعا يكون الجهاز أو الجهاز الذي نضع في الفائلات هو يكون به هذا السيستم تحول انت تريده روتاري روتاري ستقرأ كونتينيوس او بعدين تحول انت تضع رس بروكيشن انه يروح و يجيب مثل هذه الطريقة يروح 90 و يرجع 30 بهذه الطريقة فهذه مهمة جدا احد يجيز تسأني منه أحسن نستعمل فائلات روتاري أو فائلات رس بروكيشن سأقول لك ما اعرف طبعا اندو بجدل و واسع و كل واحد و مدرسة و كل واحد والذي يؤمن به هذا الشيء سأجعله لكم انتو لكو انت مرة تجرب فائلات روتاري و مرة تجرب فائلات سيستمز اللي هما يعتمدون على رس بروكيشن و انت تشوفه بروحك شنو يعجبك فهاي ان شاء الله ما اقدر انا انصح بها هما اثنينات مستعملات و الطباء يستعملوهم يعني مرة يستعمل روتاري مرة يستعمل رس بروكيشن الامور يعني ما نتقدر بالضبط تعرف منه الافضل و اذا رجل نشوف باختصار او على السريع اللي هما الاجهزة لدينا الاجهزة عبارة عن هذا هو الديفايس الجهاز او الروتاري موتور نسميه احنا هذا هو الروتاري موتور يكون جهاز و بمثل الخيط هذا الخيط يوصل به هاند بيس و هاند بيس هاي نقدر نحط بها الفائل بسهولة جدا و ما عدنا اي مشكلة واكو بعض الاجهزة لتكون كوردلس او بدون خيوط او بدون حبال مثل هذا يعني ويرلس يكون بدون اي خيوط نقدر نستعمله و اذا تشوف هنا طبعا شي مهم جدا رح ناخده لدينا سبيد و لدينا تورك و لدينا هاي 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 شو نتدل على ان الوضع الوضع اللي حطيه هو إذا لقينا سهم هاي و جواه سهم ثاني راجع لي ورا هاي رس بروكيشن وهي عبارة عن البروغرام انت تبرمجهم على حسب ما تريد وهي شغلات ثانية فهي شنو نظرة عامة وبسيطة مثل ما قلت لكم الروتري يحتاج محاضرة أخرى بس ثاني شنو انتو اغلب الناس اللي اشرح لهم مطلبة بس اريدكم دائما تعرفون جديد شنو انتو رح تستعملون الهاند رح تستعملون الهاند رح تستعملون الهاند انسترومنت دائما و رح تستعملون اندو عن طريق الهاند اغلب الاوقات اللي ما ستتخرجون ان شاء الله ستحولون الروتري سيستم فعليتكم تعرفون و تكونوا على الدراية بهاي شغلات كلها نجيه ان شاء الله ثانية اللي هو سبيد اند تورك الفايل سيستم او الروتري سيستم نحن نستعملهم كل شركة اتقل لك انا اريدك تستعمل الفايل مالتي بسرعة معينة وبتورك معين لكن سنعرف السرعة والتورك اذا اريد ان نعرف السبيد السبيد من الموتور بسيط جدا سهل تعريف عبارة عن ان قد هذا الفايل قاعد يدور وحدة قياسة او التعبير عليه يسمى ب راوند بير منت او راوند بير منت او راوند بير منت راوند بير منت كم دورة في الدقيقة او كم دورة في الدقيقة نفس الشي التورك هو العزم الدوراني باللغة العربية تورك الموتور الموتور تورك الموتور التورك يمكن يدور هذا الفايل يعني باختصار إذا ستتعرف فين الفرق بين speed وال torque speed اعتبرها مثل اللامبرغيني مثل سيارة الفيراري سرعة مننا إلى هنا الترك شنوى؟ الترك اعتبر انه عندك انت مثل الشاحنة هذه الشاحنة قاعدة تجر شغلة ثقيلة الوزن الشاحنة يكون الترك مرتها أعلى من اللامبرغيني لماذا؟ لأن اللامبرغيني أو الفيراري إذا نحاول نجر بها شيء ما رح تقدر تجر لأن ما عندها torque بسعدها speed بينما الشاحنة تكون بها torque العزم الدوراني مالتي يكون قوي فهذا هو الفرق بين speed وال torque ما تقول لي؟ تجر تقول لي مثل دكتور كيف أعرف أنا هذا الفايل أو هذا السيستم مالتي كيف أعرف أن speed اعتبر وال torque اعتبر لماذا؟ لأن الشركات تختلف كل شركة تقول لك استعمل speed وال torque بشكل فإذا أريد أن ترى هذا الكيت سيقول لك speed استعمل بين 300 و 350 وال torque استعمل الذي هو 2 تستعمل الفايلات تستعمل الذي هو torque ثلاثة واستعمل السرعة الذي هو 350 وإذا ترى هذا الworking motion وهي continuous work إذا R ما نعلم أنه رسبروكيشن ما نعلم أنه يروح ويأتي ما نعلم أنه يدور دوران كامل وطبعاً إذا ترى مثلاً أي كت أنت بالروتري مثل ما قلت لكم هو متشاعب ويبي شغلات وكل شركة تضع لها شغلات فأنت ماذا تقوم بعمل تقوم بأي سيستم أي باكيت عندك أنت تقرأ عليه ستجد أن هذا اسمه رسبروكيشن طبعاً باي شركة VDW مشهورة أنها تقوم بفعلات رسبروكيشن لاحظوا بأي هذا السهم أو هذا العلامة يدل على أن هذا الفايل وهذا السيستم يعتبر سيستم رسبروكيشن يعني لا تستطيع أن تضع لها continuous rotation لا تضع لها رسبروكيشن بالسيستم أو بالجهاز وتسجد أن تقرأ عليه يقول لك أن هذا رسبروك وأن هذا مصنوع من النيكل يعني من هو نايتاي وبعد ذلك يقول لك أنه هو الـ ISO يعني الـ standard مثل الـ standard الذي نتكلم عنه قليلاً وطولة 25 الذي هو الذي هو normal أو standard الذي هو length فإن شاء الله تستطيع تعرفهم هذه الـ expiration date وأنه هو sterile وأنه هو معقم تستعمل به باشرة وهذا ما سيدل لك على أنك كم مرة تستعمل وهذا يقول لك أكثر من مرتين ومفظوظ أن أنك لا تستعمل يعني تخلص به مرتين أو سنين وبعد ذلك ترمي وتتغير وتأتيب واحد جديد فهي عبارة عن شغلات بسيطة لم يشرحنا عليها كثيراً لكن حاولت أن أذكرها نحن أخر أعطيكم مثال على الـ rotary system طبعاً أشهر من أشهر المشهورات اللي هو الـ pro taper system لاحظوا الـ pro taper system يأتي عبارة عن files بهذه الطريقة بالعادة الـ rotary system تكون قريبة على هذه التشكيلة ما يكون؟ يضع لك بالبداية file ما يسمونه؟ يسمونه أو يسمونه أو 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 هذا هو بالـ pro taper system ما يسمى sx عندما ترى sx أو أو أول أول شيء أنه يكون أقصر من الفعالات العادية فعالات العادية يمكن أن تكون مرات 25 ستجدها طولة 16 أو طولة 15 لاحظوا أنه كبير ما يفعلون خاصة الشركة التي تصنع الـ pro taper أنه يكون color code ليس صحيح أنك تمشي واحدة ورد ثانية يكون opener دائماً يكون باند أو باند لتعرف أن هذا وهذا opener هذا مهم فقط أنه يفتح الكنال من فوق فقط لا تقوم به shaping ولا تقوم به finishing هذا هو كنال opener مجرد أنك تتوسع به الكنال من فوق ستجد أنه ستحصل straight line لبقية الفعالات بعد ما لديك S1 و S2 وهذا shaping 1 و shaping 2 أغلب الناس يستعملون F1 و F2 إلى أحد هنا هذا يعني عبارة عن أكسترا زايد أغلب الناس يستعملون هالشي فهذا تفتح بهذا opener ثم 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 سهل جداً ثم ثم هذا Pro Taper Universal ثم 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 cash ثم والتيب المراتي يتغير من نالي هنا وما سيبدأ؟ سيبدأ بأن شركات كل واحد يصنع لماذا سأضع لكم هذه الأمثلة؟ أدراكم أن عالم الروتري سيستم قليلا يدوخ فأنت ماذا تفعل؟ اذهب إلى ماشي في الدولة مالتك و اذهب إلى ماشي في الهواء و اذهب إلى الأطباء المشهورين بالإندو ماذا يستعملون؟ وحاول أنك أنت تجرب وشوف أنك يمشي معك فهذا ما؟ أنا للأمانة شخصيا حتى لا أعرف ما الفرق بين البرو تيبر يونيفرسل و البرو تيبر غولد لا أرى أنه شيء مهم ولكن سأراكم بشكل اختلافات مثلا لدينا فايلات تؤدي وظيفة مميزة هذا ما؟ هذا عبارة عن ما يسمى بالديريس شركة اسمها FKG ومهم ما يسمى أنه ريتريتمنت هذا عبارة عن فايلات فقط تسحب النار عبارة عن فايلات الديزاين مالتها وتجن تقرون عليها ديزاينها مميز هذا تفتح به أو شيء شنو هذا تحطه بالأورفيس أنا ممكن أنه يسوي لك مجال الأورفيس يسوي لك مسافة بعد أن يأتي هذا يدخل ستجد أن تستعملهم هذا كل شيء بهم عندما تأتي هذا تستعمل ستجد أن النهاية ليس فقط تطلعها وتفتتها لا تجر لكيها تجر لكي تجر هذا الدي ريس باي اف كي جي صراحة أنا أحبهم مثلا إجت الشركات ستجدوا قالوا لا قالوا شفتوا هذا اللي شفنا هسا إنك انت تجيب واحد تفتح به أوبنر ثاني وثالث ورابع لا نحن ستجدنا ستجدنا One File System هذا عبارة عن فايل واحد فقط تسوي بي شايبينغ مط كيابي أربعة أحجام شفت السن شبيرة تستعمل فايل شبير شفت السن صغيرة وقنواتها ضيقة تستعمل هذا فشنو تستعمل فايل واحد فقط هذا عبارة عن شنو هذا ويف وان هذا رس بروكينغ فايل يعني يشتغل بالرس بروكيشن مثل ما قلنا يروح ويجي هيتشي ويستعمل عن طريق فايل واحد فقط فهاي عبارة عن أمثلة بسيطة جدا ردت أشرح بها على الروتاري سيستم رح أراويكم فيديو ثاني طبعا ما توقعت أن الفيديو رح يكون هيتش طويل لما سجلته فرح أراويكم فيديو ثاني شون انت تقرأ شون انت تقرأ على الشركة رح ندخل على المواقع المشهورة للشركات مال رح نقرأ بالضبط شنو الشغلات اللي نركز بهم لما نختار الروتاري سيستم طبعا تابعوني على قناتي بالانستغرام دائما ننزل مواضيع عن هاي الشغلات ليش؟ لأنها تكون أسرع ويقدر ننزل ستوريز فتابعوني على الانستغرام وحطركم اللينك فهذا شنو هذا هو الانسترومنت يستعمل لكي تقرأ